الرجل اللي قدامك في الصورة دا يا عزيزي واحد من الإعلاميين القلائل اللي المفروض يعني نرفع لهم الكبعة احتراما وتجليلا ليهم لأن بصراحة أول واحد أشوفه في الإعلام يتكلم على مشكلة الزمالك بعيد بقى عن جو المؤامرات وجو وكالة الأهرام والتسعة أكبر من السبعة والكلام اللي بيتقال ده كله شرح مشكلة الزمالك فعلا وذكر كل مشاكله وهي عدم وجود شعار الزمالك فوق الجميع وهنا الراجل مش قصده يقول إن الزمالك مش بيقلد الأهل بعيد خالص عن الكلام ده ولكن قالك إن مشكلة الزمالك دايما وأبدا على مدار سنوات كتيرة هي أبنائه هي مسؤولين نادي الزمالك اللي دايما بيعلوا مصلحتهم فوق مصلحة النادي وده تكلمنا عنه مرانا وتكرانا ولكن الراجل لما يذكر ده في الإعلام اللي المفروض كله بيحب ياخد اللقطة والشو ويطلع تريند ولازم واحد يجي لحساب جمهور معين عشان يكسب الجمهور التالي والكلام اللي بيحصل ده لكن الراجل كان فير جدا وكان واقف دايما وسط وتكلم على النقطة وأسباب اللي فيه الزمالك في اللوقت الحالي بكل حيادية وشفافية وده شيء مهم جدا ويحسب له المحمودي الراجل المحترم الإعلامي اللي بصراحة مفتقدين أمثاله بشكل كبير جدا زي ما قلت لك كده بصراحة لازم يحترم الراجل يتكلم على فكرة أن أنت المفروض كزمالكاوي وكمسؤول زمالكاوي تبدي مصلحة الزمالك فوق مصلحتك أنت الشخصية أدم أنت رحت وتطوعت وقلت أن أنا هنتخب نفسي وهرشح نفسي وهخش أكون رئيس أو عضو في مجلس إدارة لازم أكون قد المسئولية والراجل هنا ذكر لك أجيال كتيرة جدا تم هدمها في نادي الزمالك بسبب الصراعات الإدارية وأنه كل واحد بيدور على مصلحته وأكبر دليل على كده لما كان كمال درويش موجود والعصر الزهبي اللي عمله والجيل التاريخي اللي عمله كمال درويش وخد بيه آخر شامبز ليك دور أبطال أفريقيا ليه الزمالك كان جيل معد أنه هو يعني يكتسح بطولات كتير ولكن تم هدمه بسبب النزاعات ما بين رؤساء الأندية وما بين الإداريين وبين المسئولين داخل نادي الزمالك بعد ما بظلت بقى في مشاكل وهتخد دير فع دا 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 دير فع دا دا ببقاش حد فاضي للفريق ولا تنمية موارد النادي فبالتالي أثرت عليك بالسلم وهكذا 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 أجيال جات وراء أجيال في نادي الزمالك وما اكتملتش للنهاية وهنا بكله بيعود بسبب النزاعات ما بين الإداريين وبين المسئولين داخل نادي الزمالك وده مش كلامي أنا ده كلام طارق حامد أيوة طارق حامد طارق حامد عارفينه أنه هو راجل زمالكاوي وكان مخلص جدا لنادي الزمالك وتكلم في حوار له على بي إنس بورت في الفترة الأخيرة من كام يوم كده الراجل ذكر نقطة مهمة جدا لازم أن كل زمالكاوي يقف عندها بشكل كبير جدا قال لك إن أنا لما كنت موجود ورئيس النادي كان موجود وقتها اللي هو مرتضى منصور قال له أنت هتروح تلعب في بيرامدز قال له أنا مش عاوز أروح لعب في بيرامدز ومش عايز أسيب الزمالك إنت ليه عايز تقديني بيرامدز قال لأ أنت لازم أن تروح بيرامدز وإما كده إما بلاش ومش عارف إيه وحاول يضغط عليه بالشتة الطرق أنه يروح بيرامدز لحد ما الراجل طارق حامد كلم المستشار تولكي الشيخ وقتها لأنه كان رئيس نادي بيرامدز وقال له أنا مش عايز أجي بيرامدز والمسؤولين في الزمالك عاوزين أجيبي بالعافية والكلام دا كله قال له يا طارق أنت محتاج إيه شوف أنت محتاج إيه وأنا أعمله لك إذن الكلمة دي الكلمة دي كبيرة جدا قال وإن الراجل مسؤول نادي بيرامدز تولكي الشيخ وقتها ما كانش في احتياج كبير لطريق حامد وإن هنا المسؤولين نادي الزمالك حبوا يوجبوا مع سيادة المستشار وقتها ويكسبوا وده عشان خاطر الموضوع والحوارات اللي كانت ما بينه وبين الأهل وقتها فحبوا يكسبوا بونتا عنده ويكسبوا وده إنه ياخدوا لاعب من أفضل لعبة نادي الزمالك وكان من أفضل لعبة منتخب مصر في الوقت دوت هو طارق حامد بإشادة الجميع أهلاوي قبل الزمالكاوي تخيل إن رئيس نادي الزمالك عايز يسيب لعب من أهم لعبته عشان خاطر بس يكسب وده ناس تانية وهنا لازم أن تقف وتفكر مئة مرة الناس دي كانت بتفكر في الزمالك إمتى الناس دي كانت بتفكر في مصلحتها قبل كل شيء وهنا مش قصدي بس السيد مرتبع منصور وقتها لا ده فيه ناس كتيرة وناس كتيرة فضلت في النزاعات وده يعاني الده وده يعاني الده والسيد ممضوع عباس يعاني المرتبع منصور وممضوع عباس يمسك مرتبع منصور يعانده وهكذا تحس إنهما في آخر لعبة الطفار وفي الآخر الضحية هو نادي الزمالك فقط فبالتالي يا صديقي هنا أنت كثمالكاوي لازم أن تقف قدام فكرة واحدة وحتى كأهلاوي وكأي مسؤول وكأي مشجع إحنا مهم جدا أن الزمالك يقف على حيله ومهم جدا أن الزمالك يكون كوي خبالة لأن قوة الزمالك من قوة الأهلي اللي اتنين مرتبطين ببعض ارتباط كله وهنا لازم مسؤولي الزمالك والناس اللي بيحبوا الزمالك أن هما يعلوا شأن الزمالك أولا ولازم الزمالك يكون فوق الجميع مش مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي يعني انت خالص مش مبدي الزمالك باي شيء انت متخيل اللي بيحصل في نادي الزمالك ده كله تراكمات سنين طويلة وهنا لازما كله يصطفيق لكي يصطفيق الزمالك مش بس ان الزمالك ماخدش بطولات واداءه ومشواره وكلام بيكون خالص بصر حال الزمالك دلوقتي انه هو مش عارف يتمسك بلاعب زي زيزو مش عارف يفك الكيد من اي جنب مش عارف يخلص من اي فخ من القواضي والديون وتراكمات كثيرة جدا وفواتير كبيرة عاملين يسددها في الوقت الحالي وايضا مش عارفين ياخدوا قرار فني بسبب انشغالهم في القرارات الادارية فدي كلها امور لازما كله يفوق لها بشكل كبير جدا واللي هيقوم الزمالك هم ولاده فقط لغير ما تستناش بقى اي حاجة من حد وما تحاولش ان انت تركن على شيء او تطلع مبرات وحجج عشان بس ترضي بيها نفسك وتعدي بيها الموقف وخلاص دي كلها امور مش هتقدم ولا هتأخر وهتفضل طول عمرك كده لو كله ما اكتمعش وقال الزمالك فوق الجميع في النهاية يا صديقي ما تنساش تقول لرأيك في التعليقات تحمل لايك وشير للفيديو لو مش تابعنا لاتتابعنا دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته